السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه رابطكم بخير معاكم وزميلاتكم شروق سعيد من تيم اوار كورس ان شاء الله النهاردة هنشرح المحاضرة الثالثة اناتومي بعنوان بالسوبر رينا الجيلاند او الادرينا الجيلاند الجيلاند دي بتبقى عبارة عن ارجان كده بيبقى موجود فوق الكيدني تمام الجيلاند دي بتبقى فلات نتيجة انه على الناحية الرايت بيبقى الليفر ضغط عليها وعلى الناحية الليفت بيبقى ضغط عليها الاسطومج باليسر ساك والحاجات اللي قدامها دي تمام هنعرف كل الريشن دي دلوقتي بس مبدئيا يعني بيبقى عندنا برضو الجيلاند دي بتبقى يعني ريترو بريتونيل يعني ايه ريترو بريتونيل دي؟ معناها انه الجيلاند ناي معه البسطير افضل من الول ومتغطية بالبروتينيل انه بريتونيل محوتها كده يعني وراء البروتينيل تمام؟ تمام تاني حاجة عندنا WITH THE ETH AND VIRTEBRAL COLEM يعني ايه الكلام ده؟ قالك الجيلاند دي بتبقى موجودة ما بين الكيدني وما بين الفيرتبرا الكلب انهي جزء في الكيدني بالزبط بتعمل حاجة لشكل كأنها الكيدني لابس سطاقية كده آآ لما بتلبس طاقية بتبقى آآ قدام على بتاها الهيت كده وكمان نزل على شوية عشان الشمس يعني عشان آآ الشمس تمام تمام نفس الكلام الكيدني عاملة كده الكيدني لابسها طاقية مش عارفها ليه يعني ما فيش شمس في البطن فمش عارفة لابسها ليه المهم يعني فهي موجودة آآ عاملة آآ في في الكيدني تمام يعني فوق الكيدني وقدامها علشان لما اجي اقول لك في الريليشن انه كيدني ورا الجيلاند دي ما تستغربش ما انا بقول لك اهو الجيلاند دي فوق الكيدني وقدامها قدامها يعني الكيدني وراه بس كده تمام تمام آآ تاني حاجة الويت بتاعها بيقول لك حوالي خمسة جرام طبعا واحد ما صغير يعني فأكد دي حوالي خمسة جرام تمام آآ بتبقى كمان شكلها برامد الانشيب في 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 الراي تبقى شكلها آآ شكل المسلس انما في الليفت بتبقى شكلها سميليونور كأنها آآ هلال كده شكل الهلال تمام آآ طيب قالك برضو في في الرايل بتبقى آآ شكلها بريامد لنما على الفت بتبقى قريبة من الهايل هتبقى انا قوي في الرسمة دي اه دي الرايل بعيدة شوية عن الهايلام آآ لكن الليفت تحصوها خلاص لازقة في الهايلام بتاع الليفت كده كده تمام تمام تاني حاجة وردو نعرف انه اللونها بيبقى اصفر زي ما احنا شايفين كده. والمضالة بقى يعني الكورتكس هو اللي بايلين اللي هو اللونه اصفر. لكن المضالة بيبقى لونها اغمق شوية بيبقى لونها براونش كده. تمام? آآ طيب بنعرف ايه تاني? انه الجيلاند دي بتبقى في آآ يعني والشخص لسه مولود تبقى حوالي آآ واخدة تلت آآ الصايز بتاع كيدني. مغطية تلت الصايز بتاع كيدني كده. انما لما شخص بيبقى اضلت بقى. بتبدأ ان هي آآ تصغر شوية. وبتبقى حوالي يعني آآ واحدة تلاتين من حجم الكيدني. يعني كيدني بتجبر وهي الى حد ما بتصغر شوية. فبالتالي بتمثل في الاضلت آآ واحدة على تلاتين من حجم الكيدني. تمام? طبعا لان انا ما بقتش محتاجها بنفس الدرجة اللي كنت محتاجها وانا صغيرة ايا. آآ تمام. كمان واحنا صغيرين ما كانتش لسه شايفة شغلها قوي. يعني كانت لسه في الاول بقى مش قادرة تفلتر دام والحاجات دي كلها. لكن لما كبرنا تبدأ ان هي تكبر وتشغل حيث اكبر يعني اكتر منه. احنا كنا صغيرين. تمام? آآ تاني حاجة نتكلم عن الكوفيرنج بقى بتاع الجيلاند دي. طبعا احنا عرفين انه الكيدني حواليها حاجة اسمها بري رين الفات. كان عاملي الكابسول بتاعه. تمام? نفس الكلام برضو. البري رين الفات ده هيجي حاوط يعمل لي آآ كابسول كده حواليها. بس لازم نعرف انه الكابسولين مفصلين عن بعض. يعني الجيلاند دي مفصلة عن الكيدني. مش اللي اتنين متحوطين بنفس الكابسول. وده مهم جدا في السيرجري. لو دلوقتي فيه مشكلة في الكيدني وانا عايز اشيلها. عايز اعمل نفروكتومي. تمام? طب هاجي اشيل الجيلاند دي معاها. هو بقى اخسرت اورجن مهم جدا في جسمي. لأ ربنا سبحانه وتعالى عملينا سبتم او حاجز ما بينهم. تمام? فاقدر ان انا ارفع الجيلاند دي. وانا بشيل الكيدني. تمام? واشيلها واخفل وخلاص ونخرج عايتي. عشان الاتنين مش في نفس الكابسول. لكن لو في نفس الكابسول كنت اضطر اشيلها معاها وكان يحصل مشكل. تمام? نفس الكلام برضو لو فيه تيومر ولا حاجة في الجيلاند دي وانا عايز اشيلها. آآ بنبدأ ان احنا آآ يعني والكيدني اصلا لسه شغالة فانا ليه اشيل الكيدني معاها? لا. آآ الحاجز ده مهم جدا او سبتم ده. آآ آآ افدني ان انا نقدر اشيل كل واحدة لو واحدها لو فيه اي واحدة فيهم عندها مشكلة. تمام? تمام. آآ نتكلم تلوقتي عن الهايلم بتاع الجيلاند بقى عندي الرايت وليفت جيلاند. اول حاجة نعرف انه الهايلم في في الجيلاند دي آآ بيبقى مختلف شوية. احنا عارفين انه اي هيلم بيبقى دخله آآ آآ بلات سبلاي اللي هو يعني وخارج منه آآ فين والليمفاتيكس والحاجات دي كلها. طيب. الجيلاند دي بيبقى الهايلم بتاعها قلنا مميز مش بيبقى دخل في ارتري. هو خارج منه فين بس والليمفاتيكس. تمام? آآ ليه? لانه الجيلاند دي اصلا جاي لها يعني تلاتة 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 آآ ممسق كده من البلات سبلاي. فبالتالي آآ هتدخل انهي واحد فيهم في الهايلم. تمام? مش ما ينفع. فكل واحد فيهم دخل لوحده. والفين هو اللي خرج من الهايلم. آآ طيب. الرايت آآ قالك الهايلم بيبقى موجود فين? شايفيني الابكس دي كده الابكس هي بتاع الرايت. آآ تحت الابكس بالزبط يعني جاست بلو الابكس اوف زا جلاند. فهو تحت الابكس. طيب. آآ الليفت برضو على الانتيرير سيرفيس. بس آآ يعني ده ده اللوبة هنا. ده الابكس بولوف زا جلاند. آآ فهي يدوبك فوه الاوبر ده. تمام? يبقى انتيرير سيرفيس. وجاست اباف اللوور اند اوف زا جلاند ده عن ناحيا الليفت. انا عن ناحيا الرايت. آآ جاست بيلو الابكس اوف زا جلاند. برضو على الانتيرير سيرفاس. تمام ده كده اهدا. آآ تاني حاجة برضو دي الريليشنز بقى وعلاقتها بالورجنز التانية نمسك واحدة واحدة ونشوف انتيرو وبستيرو الحاجات دي كلها اول حاجة نتكلم عن الرايت دي بتبقى شكلها مسلسي شوية او برامدل يعني اسمها اي هرمي او هرمي تمام الانتيرو ريليشن قسمناها يعني احنا حرفيا هنمسك كل الريليشن ونقسمه هنمسك دلوقتي الانتيرو ريليشن دي قسمهها لما احنا شايفين ادي كدن اهي اا على ناحية منaha اقلبي شايفين انبوبة كبيرة دي ده ده لانفيروفي ناكافة COPDAMÓgado ونحية ميديل طب قدامها ونحية لاترال من الأورجان الكبير اللي جي غطى المنطقة دي كلها ده الليفر لو نفتكر في المحاضرة بتاعة الليفر كنا قيلين انه البير ايري اوف زا ليفر نفس الكلام من قراره هو في محاضرة السوبراني جيلانت بتبقى قدامها من تمام تمام يبقى تاني ندخص الموضوع عندنا بيبقى انتير ونحية ميديل تمام النما ليفر او بالضبط بالزبط بتبقى انتير رو نحية لاترال تمام طيب البوستيرر طبعا احنا عندنا الكدني بتبقى لابسة الطاقية اللي هي السوبراني جيلانت دي تمام بيبقى في جزء منها سوبير وجزء منها انتير الجزء السوبير منها ده بيبقى نايم على ديفري تمام فيبقى احنا اسلنا لبستير ريليشن وراها من الجزء الاباف منها بيبقى نايم على الرائد كريس أوزه ديفري انما الجزء البلو منها بيبقى نام على مين على الـ poll of the right kidney قلتلك في الاول ان احنا هنقول ايه ؟ الـ plantation تبقى الـ plant تمام ؟ في جزء فنفس الكلام في الـ poll of the right kidney ستبقى وراء البلو سهل انا تمام ؟ تمام يبقى الـ poll of the right kidney عندنا السمتاح جزئين ابف و بلو الجزء الابف بيبقى وراه الـ frame الجزء الـ poll of the left kidney تمام ؟ قبل ان اقوم بتاع الميديال نعيزين نشوف هذة الرسمة الابدومين الاورت الابدومين الاورت بيطالع منه رايح لديافرام اسمه على ناحيتين تمام تمام اتاني حاجة عارفين يطلع سيمها السيلياك ترونك يبقى الجنبين منه في حاجات بيه حاجات بيه حوالين السيلياك ترونك تمام؟ كدا عارفنا اللي احنا عايزين نقوله همسك بقى الجيلاند دي وقسمها اثنين الجزء الاباف منها بتبقى من المدع له الارض اللي اسا لأليه هو الانفيرور فرينج اردري الجزء الي تحت من الجيلاند من المدع له النقط اللي احنا حطينها اللي هي من؟ السيليك جانجليون تمام؟ اللي بتبقى حوالين السيليك ترانج تمام؟ هو نفس الكلام المدع الريلاشن الرايت انفيرو الفيرينيك اردري ابوف اللي هو في الجزء اللي هو فوق والرايت سيليك جانجلون بلو تمام تمام هذه السيليك جانجلون هو حوالين السيليك ترون يبقى احنا كده خلصنا الرايت سوبرينيك لاند نجيبها عاد سريعا اول حاجة الانتيرو لها انتيرو ناحية ميديا الانفيرو في نكيف انتيرو ناحية لاترال الافور تمام تمام نمسك وراها مين في الجزء الاولاني منها بيبقى نايم على وجزء التاني منها بنايم على في ناحية ميديل قسمناها برضو الجزء ايه الجزء الاولاني منها بيبقى والجزء اللي تحت النقط اللي كنا رسمناها حوالين السيليك ترونك اللي هي السيليك جانجل تمام تمام ندخل على الرفت سوبرا آنج للاند تي بتبقى شكلها يعني شكل الهلال تمام اه بيبقى عندها برضو الكلام ده كله اول حاجة لو نفتكر مين اللي تبقى عن ناحية الليفت البنكرياس اه اللي هي ماشية وراحة توصل للاسبلين اه عندنا الاستومج برضو باللي سرساج بالحاجات دي كلها تمام برضو نفس الكلام يبقى مشانة لغبط وما بينها وما بين رايت ابدا تمام تمام طالما احنا عارفين الاستراكشورز لناحية لفت واستراكشور لناحية رايت ده مين ده الاستومج بنت اه فاكرين زمان لما كنا بنقول الاستومج دي بيبقى عليها يعني تحتها كده شوية استراكشورز كنا بنسميها الاستومج بيد الحاجات اللي الاستومج نايم عليها اه بيبقى عندنا كان من ضمنها السوبر لينجيلاند الليفت بالكيدني بالاسبلين بالبنكرياس والحاجات دي كلها تمام مش يهمني او الموضوع ده دلوقتي يعني خلاص عرفنا واتنسى الحمدلله اه نعرف ايه بس دلوقتي نركز اوي مع السوبر لينجيلاند برضو هقسمها اهل الاومي هو اتجري الته withdrew اهل اطبال يتحدش طبعا والبانكرياس ماشي حواليه طبعا عشان رايحين تمام? تمام. يبقى احنا قسمنا الاباف وبيلو. الاباف بيبقى وطبعا عارفين انه دي بتبقى موجودة فيه من ضمن يعني موجودة في تمام. تاني جزء اللي هو ده بيبقى دي بيبقى لبانكرياس والسبلانيك بيزلز. ادي رسمة تاني يعتبر دي من ضمن وكمان بتبقى منها بيبقى اللي هو ورا على طول. انما الجزء اللي تحت منها بيبقى شايفين من اللي معدي من عليها ده اللي هو البانكرياس والسبلانيك بيزلز معي. تمام? تمام. طيب نفس الكلام برضو. وبيبقى عندنا مين? آآ اللي هو آآ الابر آآ بول افزاليفت كيدني. تمام? نفتكر حكاية الطائية على طول. الجزء اللي هو منها بيبقى ريليتت للديفراء. والجزء الانتيرور للكيدني بيبقى وراه الكيدني. تمام? بسهل يا. ان شاء الله. آآ تاني حاجة بقى عندنا او اخر حاجة الميديال ريليشن. الميديال ريليشن عندنا آآ نفس الكلام برضو. اللي هو الانفيرور في رينك آآ لا احنا هنا. الانفيرور في رينك آآ آآ بيبقى ناحية آآ ميديال في الجزء الاولاني. وجزء التاني النقط اللي كانت حاولين السيلياك ترانك اللي هي مين? السيلياك جانجي. تمام? تمام. آآ بس كده خلصنا الليفت نجيبها سريعا. اول حاجة بتبقى عندنا دي آآ شكلها البستيرر اآ آآ الباباف الليفت كريسوف زيلياك فريم. ميلو. اللي بتاعدي الجزء من الكدني اللي هو الابربو قوزة الليفت كدني. تمام. ميديال آآ الجزء الاولاني. الجزء اللي تحت آآ 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 ليفت سيلياك جانجي. تمام? تمام. طب البلد الصابلاي. انا ايلالك في الاول ان هي بيبقى تدخل لها تلاتة بلد صابلاي. نجيبهم ازاي? الرسمة دي مهمة جدا وموضحوهم يعني. ده ابدون من القورته. طالع منه زي ما احنا قلنا. ادي انفيروفرينيك ارتري. تمام? تمام. الانفيروفرينيك ارتري ده هو ماشي. قال لك ما نسلم على الجيلاند. الجيلاند دي اديناها برانش اسمه سوبيرور. طبعا الجيلاند دي اه عشان نحفاظها يعني هنقسمها سوبيرور ميدل وانفيرور. سوبيرور خدم من مين? من اعلى حاجة فوق خالص الانفيروفرينيك. يبقى سوبيرور سوبيرينيك ارتري. طالع من الانفيرور فرينيك ارتري. اعلى حاجة خالص هي. تمام? تانية حاجة. الاورتة بزات نفسه بقى ادها برانش اهو ادها برانش اهو ادها برانش اهو في النص طبعا هو في النص هيبقى في ميدل جاي من الابدومن الارتري بزبت الرسمية ووضح كل حاجة اخر شيء ده طالع منم الابدومن الارت biases رينال ارتري ده بيطلع بيرانش في الحتة الانفيريور من الجيلانت يعني بيسمها سبر رينال ارتري سبير Spanish слишком replenished جاي من الانفيريور الامтаки جاي من الاورت ما نفسه الام� definitionischer remove الート تمام كل واحد بقى رايت وليفت يعني طيب طبعا احنا عارفين انه بيطلع منها فين واحد بس سواء من الرايت او اللفت وبيخرج فين في الهايدا تمام نعرف انه الناحية الرايت بصه قريب منها الامفيروفيناكافا فهتروح بعيد اللي قالك هتصب فيه مباشرة يبقى الرايت سوبرارين الفين بيصب في الامفيروفيناكافا مباشرة انما اللفت اللفت قالك لأ ده اللفت هتركب مواصلة عشان توصل اللفت سوف كل واحد هيخرج منها فين واحد الرايت هيصيب في الامفيروفيناكافا وهيصيب في الامفيروفيناكافا اللفت اه اصيب في الامفيروفيناكافا التعرض دي رايت جيزئifiable لادية اصيب montage تقدر كانو تكون تمام? توبقى حولينا قورت هنا. طبعا احنا بقسمينها لمضالة وآآ كورتكس. المضالة بيتحكم في ايه? بيجيله يعني آآ جاية من تمام? تمام. لان هي تحت تأثير. آآ احنا عارفين مضالة تحت تأثير من آآ تالتة سنة واحنا حافظينها يعني. ثانية حاجة الكورتكس دي بتبقى جاية من آآ طبعا احنا عارفيني بيأثر عليها الانتيرو بتيوتري. بتطلع عليها الاسي تي اتش عشان تفرز هروميناتها. تمام? تمام. ده كده نرفيس ابلول. نجي لحتة كده آآ كانت برضو موجودة زيادة في الداتا يعني. اللي هي الاسي تي والامر اي اوف النورمل قال لك يعني هي عبارة عن نفس اللي احنا خدناها بس هو كتاب هنا الصراحة يعني بطريقة لغبة شوية بس ان شاء الله نقرأها ونكون فاهمين اللي فات يعني. تمام? آآ قال لي اول حاجة بس يعني نبقى عارفين ان السوبرينة جيلاند دي هتبقى زهرة على شكل حرف واي او او حرف في او حرف تي زي ما نشوفها يعني وبيبقى الحرف ده مقلوب يعني زي ما احنا شايفين بصوا اهي تحصها حرف تي كده مقلوب او واي او اي امكان يعني. يبقى زي ما احنا شايفين شكلها بيبقى برعا آآ واي شاب او في شاب او برضو زي ما مشاور عليه بسا نفس الكلام. هنا على تمام? تمام? اول حاجة بقى بيقول لي ايه? يعني آآ على الناحية الرايت بيبقى خمستاشر آآ ميلي متر. انما هنا بيبقى آآ على الناحية آآ طمانتاشر. تمام? آآ نحفظها خمستاشر ونزود تلاتة يبقى طمانتاشر يعني. ايه المهم? عندنا بقى آآ نشوف بتاع الرايت آآ دي بتبقى عبارة عن ايه? موجودة ما بين الرايت كدني. تمام? يبقى هي موجودة ما بين الرايت كدني. تمام ماشي. آآ عارفين ده. وموجودة. والجماعة ده كلهم وراء. تمام ماشي. وكل دولة بقى موجودين. وموجودين قدام الدافرين. خلاص تمام ماشي برضو. يبقى هو بيقول ايه? انيzel هتشوف هي هنى في الايها sending في هاتلاقيها هتلاقيها موجودة. ما بين نكافا والكدني. تمام? آآ قدامهم اللهبر. الرايت لووفوف زى ليفر. ووراهم من? الدافرين. الرايت كراسوف زى ديفرين. تانية حاجة بقى ليفت سوبرين schreiben. دي موجودة ما بين ايه؟ ما بين الأبدامة الاورتاء والليفت كدني. اهي موجودة ما بين هي الابدامة الاورتاء واللفت كدني. هي اصلا في اعتبر نزلة ناحية ميديا لشوية فتلاقي موجودة ما فينا قبضون القورتة والليفت كتني تمام? آآ قدامهم مين? آآ وراهم آآ قدامهم بيبقى الاستومج الاستومج بالحاجات اللي احنا عرفنا دي كلها تمام? آآ بعد كده عندنا في الامر اي برضو السوبرانيجلاند بتبقى لونها درج شوية دي بتحسها غمق شوية حواليها يعني تمام? آآ وبرضو بيبقى عبارة عن وي شابد او في شابد تمام? تمام? انما دي بقى بتبقى ابنورمال يعني دي المشاور عليها دي آآ ده مش الشكل الطبيع للسوبرانيجلاند فمعنى كده ان فيها تيومر او فيها اي مشكلة آآ فلازم نعرف النورمال عشان نعرف نحدد ان ده ابنورمال ونبدأ آآ نتعامل يعني تمام? تمام? بعد كده بالنسبة لجزء السيتي يعني. بعد كده نتكلم عني الديفوتو بنت قوز السوبرانيجلاند طبعا احنا عرفين هي يا جزئين آآ كورتكس وميضالة الكورتكس بيطلع من الميزودارم والميضالة بتطلع من الاكتودارم عشان ما ننسهاش نفتكرها بكلمة ام سي لي اختصار مكدونالز آآ يعني اي حاجة. المهم يعني الام آآ مع السي. تمام? ام مع السي. الميزودارم يطلع لي آآ الكورتكس والاكتودارم هيطلع لي الميضالة. تمام? اول حاجة نتكلم عن عندنا نشوف الرسمة دي اوضح. آآ ده امبريو عادي خالص اهو. آآ طبعا البنبي دي آآ عبارة عن تمام? وعليها من الجنبين كده اسمها اللي هما لونهم لبني آآ دولة آآ بيتكونوا من جزئين اللي هو الميزونيفرس والجنادال آآ طبعا الاجزاء دي هتكون لي آآ 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 سيستم كله. فالمهم يعني احنا خدنا كات سيكشن وبصينا بقى على آآ اللي احنا المنظر اللي احنا شايفينه ده. ده عبارة عن ايه? عبارة عن آآ آآ ده كده الروتوف مزينتري. راجع آآ ماسك في الانتست من قدام. تمام? وراجع بها وره. تمام? آآ طيب. والزرق دوت ده آآ آآ ريجي سوري اللي احنا يسألين عليه. تمام? وسايبين ما بينهم كده. حاجة طالع على فوق شوية. آآ آآ ده الجزء اللي احنا بنضور عليه وده الجزء اللي هيطلع لي الكورتكس. تمام? تمام? آآ طبعا عشان نكمل ده عبارة عن الانترامبليونكسي اللي هم اهو. تمام? آآ متحود بآ آآ ميزوسيليم. او ايبسيليم يعني متحود بميزوسيليم. الايبسيليم ده بيحصل له سيكند هنا. ما بين الروتوف مزينتري. وما بين الروتوف مزينتري. تمام? بيحصل له سيكند. ويبدأ يكون لي الكورتكس في المضاد. تمام? تمام. يبقى ده كده عرفنا شكلها على رسم. نفس الكلام برضه هو. على رسمة دي. آآ ده على شكل اوضح بقى دي الروتوف مزينتري اهو. ودي الروتوف مزينتري اهو. آآ ما بينهم بالزبط بيطلع. بيحصل سيكند لي الميزوسيليم هنا. ويطلع لي آآ السوبرارين الكورتكس. تمام? تمام. هنقرأ الكلام الموجود. اهو نفس الكلام اهو. الديفولوب منتوف الكورتكس. الديفولوب دو فروم. الابيسيليم او الميزوسيليم او ميزو ديرما لأي حاجة. آآ which lines the inter-amblylexilum. اللي هو ده. اللي هو اللا بيض ده. تمام? تمام. آآ واللاين الميزوسيليم او الميزو ديرما اللي 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 عليه ده. اللي هو اللونه اصفر. تمام? تمام. والاخدر ده برضو عشاني بقى عارفين ده الجات. واللي راجع ورا منها ده. ده الميزوسيليم بتاع ده. الميزانتري. الميزانتري. تمام? والريج اللي احنا شايفينه اللي طالع قدام شوية ده. ده حاصل يعني ليه الميزوسيليم هنا. وهي يعمل لي آآ الكورتكس اللي مقنون عليه. تمام? تمام. طيب. از انجل بتوين الميزونيفرس. اند دروز الميزانتري. تمام. آآ زا ابيسيليم بروفريت تو فورم الفيتال كورتكس. عشان يعمل لي الفيتال كورتكس. اول جزء بتكون الفيتال كورتكس. تمام? بعد كده. آآ افزززز ديفولوب دو فروم. اصال يوميج ابيسيليم برضو. آآ. آآ. اند سررونز الفيتال كورتكس. فورمينج البرمانت ديفينيتف. آآ او افززيليم يعني آآ كورتكس. هنشوفها دلوقتي. الفيتال كورتكس. ريجرس دورينج الفيرست يير افتر. آآ افزززز. تمام? اند ربليست باي البرمانت كورتكس. آآ يعني ايه كلام اللي اتقل ده كله. تعال نشوفه الرسم احسن هنفهم ادي الجزء اللي احنا حددناه اللي هو الجزء اللي ما بين اه الميزينتري والريدج اللي هو تمام ده كده بالزبط اللي طالع منه اه السوبرالين الكورتكس تمام تمام اول حاجة كونتي الحمرة دي اللي هي الفيتا الكورتكس بعد كده اه الطبقة الزرق اللي اتكونت حواليها دي اسمها تمام وهيجي طبعا المضالة بس هنعرفها كمان شوية تمام ده كده بالنسبة للجزء اللي احنا اكلمنا فيه نشوف الرسمة دي برضو آآ بيقولي هنا ايه طبعا اللي هنحق آآ فاتح شوية دي الفيتا اللازون تمام واللي حواليها بقى اسمها آآ برومينانت كورتكس او ايا كان آآ المهم الطبقة دي آآ آآ كل ما انا بكبر الطبقة البمب دي بتحصل هنا هي بتقل والطبقة آآ آآ البمبة الغامق هي اللي بت يعني بتستولي عن مكان تمام تمام آآ زي ما احنا شايفين آآ بعد وان يير اهو بنلاقي برضو ان يعتبر الفيتا الخلاص الرابط تنتهي خالص ويه البرومينانت هي اللي بتحل محلها آآ بعد بقى اربع آآ فور ييرز بيبدأ ان هو آآ يظهر عندي التلات طبقات اللي احفنهم بقية اللي هي موجودة في القاضل التاعدي زنيما جيمة élياكولليوزا وزنة آآ فاسيكوليتا وزنة ريتيكولاريز تمام آآ ازنة اللي كانت بتطلع آآ الغولوكوكورتكويتس او السكستزي هارنورون ت raisino والمضالة طبعا هناخدها دلوقتي ونعرف الدنيا بتاعتها بس خلاص نجمع الدنيا كلها يبقى احنا قلنا هنا الديفولومنت بتاع الكورتكس عبارة عن ايه اول حاجة كان فيه إبيسيليم تمام محاوة الانتربيونيكسلوم اللي هو اللاسفر ده حصل له سيكنينج او كبر في المنطقة ما بين مين ما بين المزينتري وما بين اليوروجينيتال ريتش تمام المنطقة دي حصل لها بريفريشن وطلعت لي حاجة اسمها فيتال كورتكس دا في اول حاجة اللي هي دي تمام اللي هي لاللونها فاتح دي وبعد كده اللي حصل حصل كمان انه ساكنديلير تكونت حوالين برضو من السيلوميك إبسيليم ده وتكونت حوالين الفيتال كورتكس تمام يسمينها البرومننت أو الديفينيتف كورتكس يعني ده اللي هيكمل معي لانه الفيتال قالك ان هو بعد يير من البرز هيبدأ ان هو يريبليست باي البرومننت كورتكس ده الفيتال هيمشي والبرومننت هو اللي هيكمل والبرومننت يتقسم لتلات طبقات اللي قلنا عليهم زونجروميلوزا من برة الجوه زي ما احنا شايفين الحتة دي كلها اكتو ديرب ده كده يعتبر ظهر الامبريو وده الاكتو ديرب طالع منه حاجة اسمها نيورال تيوب ونيورال كريست ده حاجات دي خاصة بالسين اس يعني بتاع والحاجات دي كلها بس اللي وقت نعرف ان نيورال كريست ده بيطلع لي حاجة اسمها بيطلع لي تلات حاجات اول حاجة بيطلع لي سيمباساتيك ترانك رقم واحد دي سيمباساتيك ترانك ما هو خاص بقى بالنيروس وكده سيمباساتيك ترانك بيتل عملته تاني حاجة كنا عارفينها من جو اي تي اسمها بيزينتريك بيليكسس بيليكسس دي كانت مسؤول عن البرستالسيس الخاصة بالجو اي تي وكده يعني الله يرحمها برضو تالت حاجة بقى اللي احنا عايزينها اللي هي الأدرينا الميضالة تالت جزء يطلع منها أدرينا الميضالة يروح يمسك في الكورتكس ها دي الأدرينا الكورتكس هو ورقم تلاتة للنزلة دي الأدرينا الميضالة وتعملي السوبرا رينا الجيلانت تمام تمام ودي كمان ده الميزينتري هو وده الميزونيفروس تمام وما بينهم تكون مين الادرينا الكورتيكس ونيورال كريست طلع لي شوية خلايا اسمها طلعت شوية خلايا عملت لي يعني كذا خلايا عملولي السيمباساتيك ترانك والميزينتريك بليكسس وتالت حاجة اللي هي الادرينا الميضال تمام عادرين الميضالة جات على الكورتيكس وليزقوا مع بعضهم عملول السوبررينال جيلانت تعالوا نقرأ الكلام قادي الديفطوبين تقفل الميضالة تروح تقعد في الدورزو ميديا الاسبكت بتاع الفيتال كورتيكس تمام ازا ميجوريتي اف اتسا سيلز ار كرومافين سيلز اه هواي افيو اه ننبر اوف زا سيلز بيكم سمباساتيك سيلز تمام تمام يعني معظمها بيبقى اه كرومافين سيلز طيب يبقى اكدا بالنسبة لديفولوب منت اوف زا ميدالة يبقى نراجع تاني اه يعتبر الحتة دي اللي هو المختصر المفيد بقى الميضالة جاية درايف دفروم ميجريشن اوف النيورال كريست اه ويتز اكتو درمال ان اورجن تمام انما الكورتيكس بيبقى درايف دفروم الانترميديات ميزو درم وده بيبقى ميزو درمال ان اورجن ادي الرسمة دي رجاحة تاني اه ده كده النيورال كريست طالع منه الخلالية كرومافين سيلز وفيها بضه سيمبستكس رجحة اه ما زي رجع الورى اه ويتمسك في الادرينا كورتيكس الأدرينا الكورتكس اللي طالع فين طالع ما بين وطالع ما بين في الميزوديرم أو الميزوسيليم اللي موجود ما بينهم ده وبدأ يعمل لي الأدرينا الكورتكس وكدا يبقى كونا الأدرينا الجلانت آخر حاجة بقى الكونجينيات الأنومليز الكونجينيات الأنومليز ممكن يكون عندي للجلانت إن هو أصلا فيه او زى سوبرا لينجلانت ما تكونتش تمام او اكتوبك سوبرلين الكلاند اللي هو عندنا سوبرلين التشو مي بي فاوند بتوين الكابسولو في زاكيدني اه يبقى اكتوبك يعني في مكان مش في مكانها ان احنا قلنا كنا ايلين يعني انه كل واحدة فيهم لها الكابسول بطاعة وملاش دعوه بالتاني لأ ده جي الكابسول بقى لمهم اللي اتنين والاتنين بقوا موجودين في نفس الكابسول فكده بنسميها اكتوبك سوبرلين الكلاند تمام تمام آآ ثالت حاجة اكسيسوري ايه الكلام ده اكسيسوري يعني زيادة تمام فقالك ممكن والخلايا بيحصلها ميجريشن تعالى نشوف الرسمة دي الخلايا مفروض بيحصلها دي فلومنت هنا وكلام ده كل تمام ممكن شوية يفضلوا هنا او شوية يروحوا على الانتير على البوستير ابدون الول شوية يروحوا مع البلفس والكلام ده كله وتهاجر يعني في مكان مش في مكانها فبنسميها اكسيسوري سوبر لينا الجيلاند تمام تمام يبقى انا انا ارجعها تانيا عندنا الي موجودة اول حاجة اكسيسوري كورتيكال تشو ودهت معناها انه الكورتكس ويبتتكون ممكن شوية خلايا منها يهجروا ويروحوا يمشوا مع البستير عبدو من الوول او مع البلفس او يبقوا ورا البروتينيام يعني تمام تمام اخر حاجة بيقولك بقى انه لو حصل فلير الكيدني تؤسنت او ان هي تطلع يعني او يحصل اي لو حصل اي مشكلة في الكيدني ده مش هيقصر على الديفولومنت بتاعي سوبرانيا جيلانت وهتنمو عادي زي ما هي وتبقى موجودة في الصيد بتاعها اللي هو ابزت اللي هو كل جداول ده او او رمزر على البره مهز رقم واحد اخر حاجة اي شاء الله ليهمية المحاضرة سريعة في الجداول دي اول حاجة عندنا الرايت يعني الفرق ما بين الرايت ولفت اسوبرانيا جيلانت عندنا مين الشيب بتاعنا اول حاجة اللي هو الرايت بتبقى serving while the shift بتبقى similar الحاجة القولنا الهايلم بتاع الرايت بيبقى نير لل upper part of the glad او يعني. تمام? آآ وكمان بتبقى بعيدة عن اه الهايلم بتاع ناحية فوق شوية. تمام? فهي بعيدة عن الهايلم بتاع الهايلم إنما بتبقى آآ الهايلم بتاعها بيبقى على تمام? ويبقى قريب للهايلم طبيعي قدام في في برضو قريب من الهايلم تمام? قلنا اول حاجة قسمناها في الهايلم لاميديال ولاترال. الميديال بيبقى اللاترال قسمناها قلنا خاصة البر اريا تمام عندنا قلنا تمام اللي هو بقى قدامها الاسطومة كل حاجات دي كلها انما البانكرياس والسبلانيك فيسلز كانوا بلو تحتيبي شوية الجزء اللي تحت يعني تمام يعتبر سابتة في الاتنين اللي هو الافرام او اللفت كيدني على حسب يعني بلو تاني حاجة معنا الميديا ريليشن بقى برضو نفس الكلام اللي هو كان في الحتة القدام والسليك جانجل بلو تمام قلنا راية سوبرارينا بيصب في الانفيرو فين كذا انما ليفت سوبرارينا الفين بيصب فيه الليفت رينا الفين تمام قسمناها سوبراريو ميدل وانفيرو السوبراريو الجاي من اللي هو كان اعلى حاجة منه تمام الميدل جاي من الاورتة الاورتة فرد دراع منه كده ودخل في سوبرارينا الجيلانت دالت حاجة معنا الانفيرور جاي منين من اللي تحت خالص منهم الريت رينال ارتري او الليفت رينال ارتري على حسب الاتجاه تمام الانفاتيك درينيج قلنا من اللاترال اورتك نودز اه قلنا الميدلة بتاخد من اللي جاي من السبلانيك كنيرفوس انما السوبرارينا الكورتكس بتيجي من اه او بتتأثر يعني بالاست ايتش اللي طالع من الانتير بيتيوتري تمام دي بطلق من تقفز السوبرارينا الجيلانت طبعا قلنا ميدلة بتطلع من اه اكتو دير من ان اورجن بتطلع من النيورال كريست الخلاق اللي هي الكورومافين زيز بتاعة النيورال كريست تمام بيحصلها ميجريشن وتيجي على الكورتكس الكورتكس اللي طالع منه من انترميديت ميسوديرب اللي هو الميزوسيليام اه اللي موجود ما بين الميزو نيفرس والميزنتري تمام تمام بس بيحصلون بقى بيلزقوا في بعض ويتكونوا لي سوبرارينا الجيلانت اخر حاجة الكنجينتال انوميز اجينيسيس ما تكونتش الاكتوبك سوبرارينا الجيلانت انها تبقى موجودة في الكالسول بتاع كيدني اكسيسوري كورتكالتشو اه دي هات بتبقى موجودة اه او يحني بيحصل انه شوية خلايا من اه اللي بيكونوا الكورتكس بتهاجر وتمشي في البستير بدون الوولد او تروح تقعط يعني في البلفس اه تمام اه بس كده اه كده المحاضرة خلصت اه اتمنى اكون افدتكم واسفة الله لو طولت بس حاولت ان اقرر اكتر من مرة بحيث ان المذاكرة تبقى سهلة ان شاء الله بالتوفيق اشتركوا في القناة